من جديد نحييكم في الجزة الثانية من برنامج حكي بارون الحديث لازال مستمراً متواصلاً حول المنتخب الوطني حول المنتخب الذي سيكون إن شاء الله على موعد مع التأهل إن شاء الله إلى المونديال لكن عبر المرور عبر مواجهتين قويتين أو معركتين كرويتين بالمصطلع كروي هو ما تعلق طبعاً بمواجهة المنتخب الكاميروني دهباً وإياباً نستمع للناخب الوطني جمل بالماضي في قارة الشرفية لمطار الدولي مطار هواري بومدين قبل التوجه إلى مالبو لإجراء التربس المغلق السري تحضيراً لهذه المواجهة الهمة والمصيرية للمنتخب الوطني نستمع للمنتخب الوطني نستمع للمنتخب الوطني أحب أن تشعر من المعافية. كم التصوير يكون حديث والشعوري في مقاعدة. وهكذا الشركي يتع труд. كان معjorة بالصومس الإدارة في قبيلته. شخص يتعرضني أنه في قبولة قليلة. وحب تدعسنته في قبولة مراء نحن. وفروض هذا أكبر كثيرا جمهورته. إنه كما يفعل الإكتشار يفعل العودة إذا لم يرونه سيكون تطرماتيز لذلك نحن 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 لا أعطي هذا سيطرق نحن 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 النخب الوطني اليوم أكثر هدوء وقناة بالأمس قبل أن نعلق على التصريحات رفقتها من محمد شعيب مورد وردي فلد المطوي العودة إلى الندوة الصحفية والعودة إلى محدثة كيف تعلق على ما جرى هل أسئلة لم تكن في المستوى هل كانت أسئلة منرفزة للناخب هل الناخب كان متنرفزا على غير العادة كيف تقرأ القراءة السيمولوجية لما حدث في الندوة الصحفية أنت تطالبني بقراءة نفسانية ولسا سيمولوجية يا كامل أنا أقول لك أنا أصير على مصطلح محاكمة وليست ندوة أعود إلى ما جرى يوم أمس وأقول لك بعض الأمور التي تخفى ربما على الجمهور العريض هذه الندوة التي يحضرها أكثر من خمسين نفر ليست بندوة هذا أولا ثانيا هل يعلم هذا الجمهور العريض وأنا أخاطبه هذه الكاميرا أنا أخاطب هذا الجمهور هل يعلم بأن الحضور الذين يأتون إلى الندوات الصحفية فيهم القلة القليلة من الصحفيين المحترفين الذين نستطيع أن نسميهم صحفيين وفيهم الأغلبية من المتعاونين الصحفيين الذين لا علاقة لهم بالإعلام يا كمال ثالثا هناك بعض الصحفيين الشباب المبتدئين هل مثل ما نتحدث اليوم على آدم زرقان ونقول هذا اللعب الشاب الموهوب لا يجب أن نحرقه أتكلم على زميل الصحفي الشاب لا يجب أن نحرق ذلك الصحفي الشاب في ندوة صحفية يعقدها الناخب الوطني الأول عليه أن يتدرج ذلك الصحفي الشاب في المجالات الأقل شأنا من الناخب الوطني والمنتخب الوطني الأول وقبل مباراة همة مصيرية للكرة الجزائرية ثم يتدرج بعد سنة سنتين ثلاث سنوات يكتسب تلك الخبرة ويأتي إلى الندوة الصحفية ويستطيع أن يطلح السؤال كانوا أصحاب خبرة أمس يا فرد مطاري كانوا أصحاب خبرة كانوا زملاء من ليس الكل ولكن الأغلبية منهم هم عندهم خبرة والتجربة في البلجة الإعلامي بما أنت إعلامي هنا إعلامي نتباح الإعلام اليوم ونقول إعلام هو المجرم بما لا نقول ردة الفعل للناخب ربما لم تكن في المستوى أنا قلت لك مكونة من قلة قليلة ونائمة قلة قليلة من الصحفيين المحترفين والأكثرية من المتعاونين الصحفيين الذين عوض أن يقرأوا الإعلام في المدرج والجامعة ذهبوا إلى الملاعب ودردشوا بعض اللاعبين على طريقة الشوارع ثم يقول لك أنا إعلامي منذ ثلاثين سنة أنت متعاون صحفي تعمل في شركة عمومية بعيدا عن الصحافة يا أخي أنا أتذكر حادثة عندما قال الزميل والصديق أحيي بهذه المناسبة يزيد وهيب في إحدى الحوادث يا كمال الرئيس الأسبق لشباب بالوزداد الفرحمة عليه الفقير تعدى على أحد المتعاون الصحفيين وبعد ذلك اليوم قامت المنظمة الوطنية للصحفيين أنا ذاك بمحاولة إمضاءات جمع الإمضاءات فقال يزيد واهيب أنا لست زميل لذلك الرجل الذي يعمل في تلك الشركة الوطنية ورجل كان محق يزيد واهيب لذلك أنا أقول اليوم بأن جمال بالماضي اليوم في المحاكمة كان يرد على بعض الأشخاص ولم يرد على بعض الأسئلة جيد هذا هو جمال بالماضي اليوم في الندوة الصحفية أو المحاكمة الصحفية يا أخي البعض كانوا يستأسدون في البلطوهات التلفزيونية وعندما يحذروا أمام الرجل يصبحون كتلك الدجاجة التي نقوم بترييشها في آخر المطاف لذلك أنا أعود وأقول علينا أن نحترم هذا الرجل لأننا نحارب هذا الناجح حتى يفشل شكرا لك فريد وأنه كان رد وليس على الجميع ولكن يبقى الصحفي من الحقي أن يطرح أي سؤال فريد مطوي وأنت أدرى بذلك وتملك الخبرة والتجربة والأبجديات تؤكد على ذلك محمد شأيب قبل الأوداء إلى مورد وردي تعليقك حول تصريحات الناخب الوطني قبل التوجه إلى مالابو إلى غين الاستيوائية للدخول في تربص مغلق وسري للتحضير بكل هدوء أنا أرى أن لا أريد أن ندخل في في الديتائي هذا لا 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 تكلم عن الأمور تقنية خرجنا من الأمور تكلم عن الأمور تقنية اليوم الرجل كان هادئ وقال بأنه التربص سيكون في ظروف هادئة بعيدا عيون الصحافة ورهي أي نخلي يقول إنه يعمل لا أنا أحبب أن نقول برك وشكل فريد على الكمورتمن أو على ال... مفتسة نخرج منه معلش أعطيك شوف هو يلا يتونيزي بزير أرجمان في الندوة الصحفية مع بكتان درزولمان شوف الرزولمان اللي صدر اللي أنا ما تقبلتوش هو الرزولمان كريتيك يكونتست يعني تكونتست إنه يكونتين أدفرس هذه وحدة وكينتين أرزولمان بارانالوجي c'est-à-dire يفت 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 هذا هو شيء ربما يفت يفت أما أما لأسطلع 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 يفت يفت أسماعي أنا أناك تشوف الانتراني الناسينال فين دو صحفي تبدأ تفهم الكمportمان تحو بل إنه بالماتش هذا سعيب سعيب بزاف وشفنا بالانتراني الناسينال إلي تي سو پريسيون إلي تي سنغن يسي نغذي فاسي المو جسس بس كوالاش بوزينا نهي كيسيون مورناش لا سيرينيتي كالكين يسرع كالكين يقل وهذا اللي يخص الجمال بالناضي خاصة تنفر لكوبة أفريك وشفنا وين ربما هاد الشي هذا رجع مكاش متعود للخسارة صحي تلي منا تلي تي مع الخبرة نو نو تلي منا تلي منا تلي منا تلي منا يتي بل سيرين بل كالب يلا في كونفيانس ان اكيب ان او يمام اليوم شفنا بلي هادو كلي دو ماتش دو دفات الأخرين ربما دخلوا لشي الشيك حتى في اللعب مرة دوردي قال سنأوديل جابوما انا السائل بالأوداء الى هذا الملعب وسأنهض من نفس الملعب خصوصا مع الدعم الجماهيري الجزائري الذي سيكون حاضر طبعا في جابوما حالة كل حال اي مدرب لازم يكون متفائل وانا في بعض الاحيان في وجهه شوية وفي لقاء الصحفاء كان نوعا ما متردد ومتخوف ولكن في تحذيره للمجموعة اللول اللي لازم يكون متفائل هو المدرب الوطني انا اعود دقيقة ادقيقة ولا دقيقتين فيما يخص الندوة الصحفية لازم نشوف اليوم والله ما نحن بنركز عليها يا مورادي يعني نخلي تفايل تكمل كاعلامي لا لازم لعب ما وش هذا موضوع يا مورادي موضوعنا انه نتكمل على ما هو قادر مالش فضل نيفلا برميار نيفلا دوز مالش نيفلا ترواز مالش فضل السيد هو سيسا ساناتور وما بدهاش في الجزائر بده في قطر كان عنده كذلك احتكاكات كثيرة في ندواته الصحفية مع صحفيه في قطر مالش مالش ولذا يقول اليوم الفرادية الواحد كذلك يترايت خاصة فيما يخص الصحفي الشاب لبالك يكون ندم عليها ندم عليها بعض الأحيان نقدرون تكلموا أشياء ولكن معامل وقت عاشوا نقولوا بسحهم بعد كنوالي والعقلنا نقولوا بالك غلطنا لازم لازم احنا نصح كاشخاص اللي رأنا بعد على الدغت بعد على الدغت احنا نحاول نكونوا موضوعيين ومنصبين ايجابيين مشي سلبيين لأن علاش الفريق الوطني مشي بالماضي فريق الوطني هذه الحصة الفريق الوطني الندوات الصحفية لي تخلينا بالتساؤلات نقولوا بالماضي حداري حداري ولذا يقول اليوم هو راه متفائل وعاود ولا للملعب يعرف كما يقول لك الرويبار وخاصة الرويبار الطقس الحرارة الجمهور الكاميروني تعود نوعا ما ويعرف هذه الأشياء ولذا أول متفائلين ولو أن داخليا يدرك بأن المباراة صعبة مراد فهذا مطاوي العودة نفس الملعب مهم وهم جدا أنا كتبت في إحدى الملاحق الرياضية التي أشرف عليها بأن النهوض من دول يجب أن يكون في يوم 25 من الشهر الجاري اليوم بالماضي كمال مثل ما قال مراد أو محمد هو يعيش الضغط رهيب ورهيب جدا علينا كأسرة إعلامية وكمحلية أن ندعمه طبعا أن ندعم هذا الرجل لأن هذه المباراة لا تجمع بين فريق جزائري ونادي جزائري تجمع بين المنطخب الوطني الجزائري والمنطخب الكاميروني علينا أن نكون مناصرين في هذه الفترة ونعود إلى أصلنا كمحللين ونقاد بعد 29 سواء بالانتصار والذهاب إلى قطر أو يعني لحول يعني مهم العودة نفس الملعب نتحدد عن الريبا نتحدد على المحيط نتحدد عن المناخ المدينة نتحدد عن الأجواء مهم لأنك لعب ثلث مباراة في نفس الملعب وستعود إليه نعم 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 قال لك نعم 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 فهمت قال لي جاءتنا فرصة نعم فيها الملعب ونحن نرفض رحنا من هذه الملعب إن شاء الله يا رب هذا الشيء نعم نعم وبركة 8 نعم 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 كتريم ومن الجور نحن برضيو اللو ماتش هاد اوه المشكلتان نظن اليوم أبعاد الملعب من دهنيات اللعابة اللي عندنا هنكونوا صراحة صحيت اللي جينا وحنا نهدرو على الستاد وشابوما ودرنا عليه قفحس وحقنا اللافيفة وحقنا اللاكاف وحقنا كده وكده على بالك عندما تفوكاليزي على الكاس ننسى بالي رو قدامي مطاوي اليوم اللي همني مطاوي نتكلم نقدر نحضر غير على رداءة الملعب هو حبيبعد ما وش ميساج لنا مش خلش ماشي احنا اللي راح ينلابو فيه رو ميساج للعابين باش ينسوا انهم راح ينلابو في هذا الملعب وين اسقطوا فيه ويحاول ان ينهض من هذا الملعب نتمنى ان هذا كذلك يكون الملعب في صالح الفريق الله ونذكر مراد وردي قال لك اليوم ما نحصلوها لا في الكواليس لا في أرضية الميدان لا في الحاكم فايد مطاوي مهم يبعت برسالة مفادوها بأن المبارسة تلعبو فوق المستطيل هذا ما يعطي ثيقة لهو اللعب انتك اشترك مراد تكلم على نقطة مهمة 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 محق وشكن المرادي مهمة لا نستطيع أن نتكلم على مباراة يوم الجمعة دون العودة إلى ما جرى في الأمس القريب النقاط التي ذكرها مراد أنا أتذكر أني كنت في نفس الفلاتو وتحدثنا على هذه النقطة أنا أثرت هذه النقطة منذ أكثر من ثلاث أشهر قلت بأن كأس العرب ثم كأس إفريقيا ثم مباراة السد في هذه التواريخ هو الضغط رهيب جدا وكبير وعالي على هؤلاء اللاعبين والأكثر من ذلك أننا فزنا بتلك الكأس العربية في قطر ربما أثرت كثيرا على مردود اللاعبين في تلك الدورة اليوم الأمر يختلف نحن أمام مباراة واحدة في هذا الملعب الذي أراد البعض أن يسميه ملعب الشؤم أنا أقول بأننا نمتلك أفضلية مقارنة بالكاميرون على هذا الملعب خذنا ثلاث مباريات مقابل الكاميرون الذين أدوا مباراة واحدة على هذا البساط لعبوا ديجا كونديوور يعني الأقرب نحن كما لعبنا مع بوركينافاسون ما لعبوا مع الكونديورتما لكن الأكيد أن الخطاب الذي سوف يوجهه بالماضي لللاعبين عليهم برد الاعتبار لكل ما شاهدوه وسمعوه ورأوه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف البلطوهات مرد وردي نحن نظن اليوم كذلك نحن نتمنعوه هذا تمني كل جزائري نعرف الفريق الوطني هذا مر بفترات كبيرة وكاننا كلنا من بعيرين من النتائج المحققة في ظرف زمني كبير الكبوة كانت تقيلة في كأس إفريقيا اليوم كما كان يقول اليوم الكلام وتحضير لعبنا وتكلم على حاجة كذلك مهم ما شعب لأنه اليوم سيران بلان سيونتيفك مدى بنا لو كان يجو دي سيونتيفك يهدر لك اليميديتي وتأثير كات جور وسنك جور ودي جور والدنيا اليوم ما نقدرش ندخل في ديسكوسيون مثل هذه ولكن كان أمور أنا متخوف من واجه نكونوا صراحة نحن شفنا الكاميرون في بداية الدورة لم يكن هذا الفريق اللي كبير ثم ألعب مقابلة ضد مصر بوركينافاسو ضد بوركينافاسو نوعا ما تعتر بها كين مجال كين مجال معناوي كين مجال معناوي نحن عندنا فريق عندنا فريق شوف عندنا فريق ليقدر ليقدر يتأو ولكن نضم نضم الفريق نتعنا نهار راح لألفين وتسعتاش راح صغير راح صغير كلنا ما كناش نديروه نديروه كمتأهل اللعب اللعب بهذه النظرية اللعب شغول شحة في الجيزي فور اللعب كتر بالحيل سأعود لك محمد شعيف لأن الفاصل في كاس إفريقيا اللعب كبير والناس يقولنا عارفوا كيف يشيط طبعا عدنا كثيرا إلى الوراء عدنا كثيرا إلى كاس إفريقيا عدنا كثيرا إلى 2019 وعدنا كثيرا إلى كاس العربية اليوم يا مرد يا وردي محمد شعيف فريد مطوي نريد الحديث عن المواجهتين عن المعركتين التي ستلقى بيوم الخامس والعشرين ويوم التاسع والعشرين ذكر المنتقى البطل الوطني وصل منذ ساعتين تقريبا إلى ملبو إلى غير الاستوائية للدخول في تربص مغلق والسريب قمنا لذلك